لم تفلح كل المحاولات السياسية في إنهاء أزمة تشكيل حكومة جديدة رغم الأسماء الكثيرة التي جرى الحديث عنها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في ظل الشروط الجديدة ودخول المتظاهرين كلاعب أساسي في العملية السياسية في البلاد على الحكومة تأخذ بالحسبة الرأي المتظاهرين في تسمية رئيس وزراء جديد وبالتالي فهي مطالبة بأسماء واضحة طرحتها بعض الجهات من التنسيقيات في التظاهرات وعليها أن لا تمرر رئيس وزراء أو تغامر بتسمية رئيس وزراء من الكابينة القديمة من الأحزاب من مباحثاتهم السرية ومع تصعيد العنف بمواجهة التظاهرات الشعبية المتواصلة في بغداد والمحافظات الجنوبية وعدم التوافق بين الكتل على مرشح لقيادة الحكومة للمرحلة المقبلة في ظل ضبابية المشهد السياسي تتعقد الأزمة بشكل قد يصعب حلها موجة الاحتجاجات مستمرة إلى أن تحقق آخر هدف وهو حكومة انتقالية وجدول زمن يواضح لإجراء انتخابات مبكرة تسفر عن حكومة جديدة بطبقة سياسية من المؤمل أن تكون تلبي مطالب الشعب بعده 16 عام من عمل هذه الطبقة السياسية الموجودة حاليا والانسداد السياسي الذي يعيشه العراق ويخشى كثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف وسط حالة من الغضب لسقوط شهداء وجرحة مع بطء تحرك القوى السياسية لتنفيذ مطالب المتظاهرين في رأس الدليم قناة الفلوجة بغداد